نيجي لجراءات الكنيسة ولي للأسف أنا مستغربة جدا 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 من الناس اللي قعدة برضو بتهين في قدسة البابا واللي أخدتها بإنه إيه ده اللي بيحصل وإزاي ياخدوا قرار زي ده هو إحنا ما كناش متوقعين إنه في ظل اللي إحنا بنقول عليه ده كله وفي ظل إن إحنا في شهر إبريل ده كله الدنيا كلها لسه بيقولوا تباعد الاجتماعي وبيتكلموا على إنه لازم نلتزم وإنه لازم نعدي الفترة دي ولازم نعود في بيوتنا شهر على الأقل لخلال شهر إبريل فهل كنتوا متوقعين إنه ممكن المجمع أو البابا ياخدوا قرار بإنه تكون فيه صلوات الأسبوع الألية وصلوات الأدية إزاي ما هي تتم في الكنيس يعني هل إنتوا كنتوا متوقعين ده عشان كده دي وقت يزعلنين وغضبنين وإزاي البيان يقول إلى أجل غير مسمى طب ما هو اسمها كده حضراتكم في اللغة العربية استخدام أجل غير مسمى لأنه ما فيش حد في العالم كله إذا الوباء وهذه الأزمة ده معنى إلى أجل غير مسمى ليه يا جماعة ما بنحكمش عقلنا ليه بلاقي ده كاترة بيلوموا على البابا من ده كاترة فيه إيه إزاي يعني وانت مش فاهمين ده فيروس والموضوع أن انت عشان تحد انتشاره لازم تمنع التجمعات ما انتش بتمنع صلوات في الكنيسة لأي أسباب ولا لإنك انت قصص تناول ولا غير نو نو القرار ده قرار حكيم جدا لأنه ماشي مع القرارات العالمية الكنيسة الكاثوليكية للحلقة اللي فاتت قلت لكم على الإجراءات اللي أخدتها والكنيسة الأرثوذكسية في روسيا فأنتوا ليه مستغربين ليه أخدتوا القرار كأنه إيه ده والحزن والمش عارف إيه والزاي وده مش مجمع مقدس دي لجنة في المجمع ده مش كل المجمع موافق طب إزاي اللي مش موافق على ده أنا أسفة جدا يبقى فيه حاجة يعني مش عايز يقتنع بكلام العلم والطب والقرارات العالمية اللي هي بتقول كده اللي شوفوا الصين اللي عملته إيه الصين قفلت مفيش حد كان بينزل في الشارع لمدة شهرين طب يعني إيه يا جماعة نقرأ القرار مع بعضينا كده وطبعا فيه تبرع للتحية مصر وفيه برضو أنه المشاغل اللي هو المشغل اللي هي الحاجات اللي بتعمل فيها الحياكة والخياطة كلها هتعمل المسكات واللبس للأطباء يعني حاجات جميلة تم أخذها بناءً على وعي وبناءً على حكمة وبناءً فعلاً زي ما هم بيقولوا حفاظاً على الأرواح النهاردة لو رجعت تاني لصلاوات دي والكنايس والناس جنب بعضيها جداً وإحنا بنشوف الأكتر فترة زحام بتكون في هذا الأسبوع المقدس وبدأت تتقال أن في حالة كان مصاب وعدى البقيين وهكذا ومن البقيين دول عدوا عدى خمسة الخمسة بقوا عشرة برة بقوا مية بقى ألف زي السيدة اللي كانت راحت في كنيسة في كوريا الجنوبية وقال لك دي كانت مصابة رقم 35 في كنيسة ومن هذه المصابة المصابة رقم 31 ارتفعت عادت لما تتبعوا المصابة دي والناس اللي احتكوا بيها وغيرهم وغيرهم قال لك عادت حوالي ألف ومية انتوا عايزين يحصل ده بالنسبة لكنيساتنا عايزين يتقال كده عايزين يتقال بعد كده ويحصل هجوم وتدسوا تلاقي هجوم مع الدنيا انه ايه اللي بتقال كنيسة رجعت الصلوات ايش معقول القرار بيقول ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الله لذين هم مدعوون حسب قصده رسالة روميا بتقول تمانية وعشرين لذا فنحن فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبون على عفوا الشاهد الاولاني نحن نعلم روميا الشاهد التاني رسالة روميا برضو اتناشر واحد فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة اجتمعت لجنة سكرتارية المجمع المقدس برئاسة قدسة البابا توادروس صباح الخميس اتنين ابريل عشرين عشرين لمناقشة في اخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجدة او كوفيد ناينتين وفي ظل استمرار الوباء الذي لا يزال يهدد مصر والعديد من دول العالم حتى الان وحيث ان الكنيسة هي جزءا اساسيا والمجتمع وتسعى دائما للحفاظ على جميع افراده وتؤمن ان النفس الواحدة لها قيمة غالية عند الله ومحب البشر وانطلاقا من حصها على سلامة الجميع وصحتهم في ظل خطورة اقامة اي تجمعات خطورة اقامة اي تجمعات قررت الكنيسة الاتي واحد استبرار تعليق جميع الصلاوات بالكنائز بما فيها صلاوات الاسبوع المقدس والتي تعتبر من اهم المناسبات الكنسية في الكنيسة الابطية الارثوزوكسية وذلك لحين استقرار الاوضاع وانتهاء الاسباب الصحية التي دعت لذلك تنين تأجيل طقس اعداد زيت الميرون المقدس واللي كان كنسي ايضا وله اهمية اهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قدسة البابا مع جميع الاباء المطارنة واسقفة المجمع المقدس تلاتة التأكيد على ان تكتصر الجنازات على اسرة المنطق الفقط زي ما شفنا جنازة جورج سيتوم اربعة ايقاف صلاوات الاكاليل لحين استقرار الاوضاع خمسة استمرار الاباء الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولسيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ستة تقديم تبرع مالي في شراء اجهزة التنفس الصناعي سبعة توجيه مشاغل الخياطة بالإبارشيات للمساهمة في اعداد الملابس الطبية ومستلزمتها التي تحتاجها التواقم الصحية في عملها الوطنية الذي تنقدره كثيرا تمانية استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لابنائها بالالتزام بتعليمات الاجهزة الصحية الصفحة الرسمية المتحدث على فكرة على طول بتنشر دلوقتي ارشادات ونصائح للوقاية تسعة مشاركة الكنيسة القادرة في المساهمة في توفير المطهرات أو الكنائس التي تقدر توفر المطهرات وأدوات التعقيم لتساهم بها للأماكن المحتاجة عشرة تناشد الكنيسة جميع المصريين وليس المسيحيين فقط باتباع تعليمات الوقاية والسلامة مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء وبالتالي لو كملنا نصق في أن التفاهم أبنائنا للظار في الراهن الضرورة التي دعتنا لاتخاذ هذه القرارات الإثنائية سعياً لكل ما هو صالح لجميع أبناء الوطن الغالي لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضاً رسالة فليب 2-4 إن احنا كلنا نقف جنب بعض المشاغل اللي تقدر تعمل أو المكان أو لو بيت يقدر أو لو حد في بيت يقدر يوفر ماسكات للتانين يريد كلنا نشارك بعض في كل حاجة حتى لو فيه مطهرات حتى برضو لو فيه ناس مكتدرين بيان ويقول ونحن على يقين بأن بركات هذه الأيام المقدسة حالة وحاضرة بيننا سنظل نصلي متدرعين لله ضابط الكل أن يحفظ كل إنسان في كل مكان في العالم كل إنسان وكل الإنسان وندعو الجميع إلى الصلاة بتوسل إلى الله القادر على كل شيء اللي كان يرفع عن مصر والعالم هذا البلاء الخطير متذكرين كلمات الوحي الإلهي على فم أشعياء النبي القائلة هلما يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك تغلق أبوابك خلفك ولتجتمع كل أسرة دوما خلال هذه الأيام المقدسة لتقديم العبادة القلبية كقول الكتاب المقدس أما أنا وبيتي فنعبد الرب إذن يا جماعة من فضلكم نلتزم أيضا كان فيه تحذير من استقبال التهاني بعيد القيامة يكفي التليفون التزموا المنازل وإحنا يعني مش منعين الصلاوات عشان الناس تتبادل التهاني مثلا في العيد وفي ناس الوقت انتشرت صور هي حتى فيه ناس علاقت هما لبسين أبيض هما دول من أي دير ولكن انتشرت يعني عموما ممكن تكون برضو قديرة من الكاثوليك أو أي إن كان الفكرة أنه أي ناس أو أي مكان مشغل يقدر يعمل الكمامات زي ما تشايفين كلهم شغالين في صنع الكمامات وبرضو الدعم الناس برضو كتير طب يدعم الفقرة طب مش عارف إيه طب اسمعنا تسندوق تحيا مصر هو البابا كانت أخاره على أي حد محتاج وفي نفس الوقت احنا بنقول برضو إن ده دور للكنيسة كويس وإحنا كمان لازم نقف جنب بعضينا مش بس الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية في مصر وطبعا الكنيسة الكاثوليكية في كل العالم كانت أقرد بكده إن ما فيش صلوات لعيد القيامة وكمان برضو تبرعت ب2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وده على حسب إعلان الأنباء بخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية وقال برضو إن الكنيسة تبرعت ب2 مليون لصندوق تحيا مصر أو لدعم الوزارة الصحة في مواجهة الوباء كمان كان برضو لقرار من الكنيسة الإنجلية أيضا يعني فبالتالي إحنا عندنا كده كل الكنيس كانت أخذت هذه القرارات بالنسبة ل إنه ما فيش أي صلوات في الفترة اللي جاية فأعتقد يا جماعة إنه دي كلها حاجات مهمة جدا وإنه ما ينفعش إنه ما ما يكونش الإجراءات دي في كل الكنيس على يعني على كل المستويات كان في تأمل بسيط كده لأنبا مكاريوس كان بيقول إنه الكسرين بيرددون في هذه الأيام عبارات من قبيل إن ما يحدث هو انتقام الله العادل وأن كأس الشر قد امتلقت وفادت وأن صراخ البشر يكسد ضجيجهم قد صعد إلى الله وأن هذا هو وقت التطهير والتمحيص حقيقي إن أنا خطاع عصى وإنما نحن وأباؤنا عفوا وأثمنا نحن وأباؤنا وإن نتائج الخطيئة وخيمة ولكن مشكلة التخويف والتبكيت والإنذار بالويلات على قدر أهميتها وحقيقتها على قدر خطورتها وفكرة إظهار الله أنه منتقم ونجبر وأنه يقتنس لنفسه هي في الواقع إهانة لله الله ديان عادل كذلك رحوم أيضا يغضب ولكنه يرجع عن حم غضبه يسخط ولكن سخطه لا يدوم يضرب ولكن يديه تشفيان يجرح ولكنه يعصب يترك للحظة أو لحيزة ولكنه يعود فيجمع بمراحم أبدية وعندما يصلي الكاهن يعني صارخا أو مصرحا بأن الله يعطي كل واحد إن فواحد كحسب أعماله يكاد الشعب يقاطعه متوسلا بصراخ إلى الله بل كرحمتك يا رب وليس قاطينا فكرة التبكيت الشديد والإنذار بأن نهاية كل شيء قد أتت هي فكرة من شأنها أن تتحول بعد مرور الأزمة إلى حالة من النقوص واللا مبالاة أو حالة من التحدي والعناد وقد تقيم حاجزا ما بين الله والإنسان ولا سيما وسيقول قائل أن الآب الجسدي وهو مخلوق ضعيف ومحدود لا يمكن أن يقدم على الانتقام من ابنه على هذا النحو مع ما فعل الإبن ومهما أساء وخالف وتطاول هكذا قال الرب لأني لا أصر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعه وأحيه يعني خطورة الأمر وده تأمل يعني كان لازم برضو أن احنا بنترح الاتنين قدام حضراتكم وانتوا شوفوا طبعا ما بين اللي بيقول أنه ده غضب وأنه الخطيئة والكلام ده كله بس خلوا بالكم يعني ده اللي بيحاول يعمله الأنبا مكاريوس من يعني وزن الأمور وأكاد أنه بيكمل الأنبا مكاريوس أكاد أنه لا يليق بنا أنه تاجر بأوجاع الناس وخفهم وهلعهم بل نطلب قائلين يا إله الجنود ارجعنا اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة إن الغفران والرجاء والتحنن أتت إلى الله بتائبين أكثر ممن أتوا إليه خائفين من انتقامه وجبروته كل النبوات اللي تنبأها الأنبياء على الشعب الخاطئ جميعها يختم برسالة رجاء مفادها إن الله يعود فيتراقف على السهيون لأنه وقت التراقف عليها التراقف عليها أذكروا قصص التأديب ومعها الغفران قصص السكوت ومعها قصص التوبة قصص البعد عن الله وقصص التوبة الجماعية المفرحة أذكروا أن الرب قال لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان بل قولي لا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت أذكروا كوس قزح توقيع نيافة الأنبة ما كاريس أذكروا كوس قزح